السلام عليكم شباب رجال لكم فيديو جديد و هالمرة عدنا معاينة و فتح صندوق لجهاز يونيتي الموديل مالتا يوتي واحدة ستين بي بلاس الجهاز يجيب چنطة سودة مثل ما شوفون جهاز أمالكم ما كتلوكوة البروبات واليو اس بي دي الرابط اللي الرابط على الكمبيوتر بطاريات وبس اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اخرى في الوضع الهاند ووضع الاسكوب ايضا نظيفة ايضا نظيفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشترينا مجموعة من الجهاز حتى كلها نسوي لها فتح صندوق ومعاينة مثل هذا الفيديو وبعد تجربتي لهذا المنتج احب ابدأ ملاحظاتي حول هذا الجهاز ورأيي بي طبعا الجهاز رائع جدا ودقيق جدا بالقراءة طبعا استخدمت بي ثلاث خاصيات مو اكثر لانه احتاج منها ثلاث خاصيات وهي خاصية قياس الفولت والاوم ووضع قياس الدايود قراءتها دقيقة وجيدة والمتريال مالتا ممتاز ولكن اللي ما عجبني به شغلتين الاولى انه البروبات مالتا الرأس مالتا 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 رفيع فمضطر اشتري بربات اخرى ان شاء الله لانه هاني تتعامل مع عناصر جدا صغيرة اذا انت تتعامل مع عناصر كبيرة فما عندك مشكلة طبعا البروبات الكواليتي مالتا ممتاز جدا ولكن بحكم شغلي هالي بربات ما رح تقدر تخدمني ثنين بعد ربطها الكمبيوتر لاحظت انه اكو بطئ بعملية ارسال المعلومات الكمبيوتر ممكن يكون اكو مشكلة بجهازي ااني لانه جهازي قديم نوعا ما لكن بالعموم شفت اكو بطئ بعملية ارسال المعلومات الكمبيوتر وعرض النتائج على البرنامج على الكمبيوتر عدد ذلك ما عندي اي ملاحظة سلبية حول الجهاز كل ايجابيات وكل جيد اوصي بي واعطي تسعة من عشرة كتقييم عام وبس هذا كل شي اللي عندي بفيديو لما تمنى يكون الفيديو اعجبكم اذا اعجبكم الفيديو تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد كوني اياكم سيفقد دائما قاند قدا بتلك فيما الله